اشتركوا في القناة اخيزينا في الاعتبار انه لا يعلم الغيب الا الله مالك السموات والارض وما بينه وكل ما نقدمه اجتهاد شخصي قد يصدق وقد لا يصدق وعلى الله الطالب برج الكوس اسمع يا برج الكوس عندك يا اخويا تواصل روح بينك وبين الشريك طول الوقت انت حاشز به ومتعاطف معه اوز بطريقة كبيرة وده يا اخويا من رئتك واحساشك العالي بالرغم ان الشريك حاصلت عليك بعض القيود والشروط اللي بتخليك كل شوية تعيد النظر لكن لما بيجي عليك الليل بتشرح بخيالك طول الوقت عارف ليه علشان انت بتحبه قوي مهما يعمل ومهما يقول اما في العمل يا برج الكوس من رغم ان الايام اللي فاتت كان عندك شوية لغبط الا ان الحز خبط على بابك وهتفتح لك امور كتيرة هتخليك تفكر وتجدد افكارك لدرجة انك بتفاضل بين عملك وفصحتك ومتعتك وطول الوقت مش عارف تدل نفسك حقه عشان يا هويا دايما تفكر في بكر نصيح تليك ادل كل حاجة حقه بالنسبة للأسرة يا هويا بتبذل كل طقطك عشان تسعدهم وتسعد كل اللي حواليك عشان انت شخص متفائل وبتكذب كل الناس ما خليهم كلهم عايزين يعودوا معاك عشان ضمت خفيف واحتمال كبير يجي لك صفر للخير اما بالنسبة للصحة اهتم شوية بالاكل والغزة لان عندك شوية مشاكل بسيطة في العظم وده بسبب اهمالك في الماضي لكن ان شاء الله كله هيبقى تمام وعندك شفاء ان شاء الله اما بالنسبة للمال انت هتأجل كل احتياجاتك حتى لو كانت مهمة وده عشان تعمل توازن في الميزيني برافو عليك برگ الكوس متنطرش اللايك وشير والاشتراك في القناة يال باي باش مواطنب مواطنبوا في المواقف